السيدة إدير نسيمة رئيسة محطة سيدة عبد الله الجامعة أم لطفلين كان بداية مشواري كان في 2004 كان نائبة رئيس محطة ثم تم تنصيبي كرئيسة محطة في 2018 خيرت هذه المهنة خيرت هذه المهنة بسكو هذه المهنة المباسيون هذه المهنة رغم الصعوبات التي كانت فيها لكن قدرت نتخطى هذه الصعوبات بفضل المساعدات التي تلقيتها من طرف المسؤولين والزملاء وكذلك من طرف الزوج بما أنه في نفس الميدان العمل رغم أني ربت بيت وعندي التزامات العائلية إلا أنني استطعت تنسيق بين الحياة العملية والأسرية وفي إشارة هناك لشركة؟ نعم والشركة الوطنية للسكاك الحديدية أعطت فرص لنساء بش يخدموا في ميدان بجانب الرجل والحمد لله قدرنا بش نسيروا ونكونوا قد المسؤولية نعم نشكر المرأة الجزائرية بصفة عامة وبالخصوص المرأة السكاكية فالمرأة قبل أن تتوجه إلى أي ميدان فهي كانت أم وزوجة وأخت وابنة ونقول للمرأة الجزائرية لازم تكون قوية بأهدافها وطموحاتها من أجل تخطي جميع العواقب ترجمة نانسي قنقر